اشتركوا في القناة المغرب يبحث لنفسي عن طريقه للعودة الى الواجهة في الملف الليبي وسط تأكيد على موقفي الراسخة في الاعتراف بحكومة الوفاق الوطنية التي يقود الثراج تجنبت الخارجية المغربية تقديم الحويج في زيارته اليوم للرباطة بثفة مبعوثا من رئيس برلماني طبرق يؤشر الى انه رغم استبعاده من مؤتمر برلين الذي جمع الاطراف المتدخلة في الازمة الليبية عاد المغرب نهاية الأسبوع الماضي للتوصل مع طرفي النزاع الليبية معلنا دعم لحكومة الوفاق ومواجهنا الدعوة لوزير خارجية الجنرال المتقاعدة خليفة حفصر لثيارة المغرب وقالت حكومة الوفاق الليبي ان الوزير محمد الطاهر ثيالة تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقية والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونقل الثيالة ان بوريطة عبر له عن الدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطني موضحا ان المملكة لا تعترف الا بالحكومة الشرعية لليبيا وفق اتفاق الثخيرات وقرارات مجلس الامن وان الحكومة تتطلع للتعاون المتمرة بين البلدين معلنا رفض بلاده الكامل لتدخل الخارجية الذي وصفته بالوقح يذكر ان عدم دعوة المغرب لمؤتمر برلين اشعلت غضب ديبلوماسيته اذ عبر رثميا عن استغرابه من اقصائه من مؤتمر برلين حول ليبيا وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغرب المقيمين بالخارج ان المملكة المغربية كانت دائما في طلعات الجهود الدولية الرامية الى تثوية الاذمة الليبية مضيفة ان المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي املت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاشتماع بعد خروج جبهة البوليثارو الانفصالية قبل ايام بمجموعة من الشروط للعودة للعملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة بهدف التوصل الى حل سياسي للنزاع الاقليمي حول الصحراء تم اليوم تثريب وثيقة ديبلوماسية تبرز شروط المملكة لانتقاء مبعوط اممي جديد للنزاع وكدى شروط المغرب للانخراط في اي عملية سياسية في المستقبل ووفقا للوثيقة التي لم يتثنى لنا بعد التأكد من صحتها يؤكد المغرب على ان مهمة اي مبعوط شخصي جديد الى الصحراء تبقى محثورة في مساعدة الاطراف على التوصل لحل سياسي لهذا النزاع الاقليمي عن طريق التفاوض والذي يجب ان يكون مقبولا من الطرفين وان هذه المهمة تندرج حثرا في اطار الفصل الثادث من ميثاق الامم المتحدة واستنادا للوثيقة يشدد المغرب على انه لا يمكن اجراء اي تعديل في العملية دون موافقة صريحة من الطرفين مع التأكيد على دور الجزائر كلاعب مهم في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع وان اي نهج للمبعوط الشخصية لا بد ان يكون رباعي الاطراف اي بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليثاريو وبالاستناد على قرارات الامم المتحدة للتوصل الى حل سياسي يحترم السلام الاقليمية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية وبخصوص مهمة بعثة الامم المتحدة الى الصحراء المينورسو تشير الوثيقة الى تشديد المغرب على ان مسألة حقوق الانسان ومسألة الموارد الطبيعية وتدابير بناء الثقة لا تشكل جزءنا من ولاية المباوط الشخصية مع التأكيد على ان معالجة مسألة الصحراء تبقى حثرا تحت رعاية الامم المتحدة دون تدخل من اي منظمة اقليمية اخرى ولا فيما الاتحاد الافريقية انطلقت اليوم الخميث بالعاصمة الاتيوبية اديث ابابا اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقية لتحضير لقمة الاتحاد الافريقية الثالثة والثلاثين التي من المقررة ان تنطلق فعالية وافئة تاثع والعاشر فبراير الجارية تحت عنوان اثكاس البنادق لثهيئة الظروف المواتية لتنمية افريقيا وفي كلمة الافتتاحية اكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي ضرورة البحث عن حلول افريقية لمشاكل القارة مشيرا الى ان هناك تقدما كبيرا فيما يتعلق بالانتهاء من مشروع الهيكل الجديدة للاتحاد الافريقي وتطرق رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الى بعض النزاعات التي تشهد القرى الافريقية دون الاشارة الى النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية حيث اذهب في الحديث عن النزاعات في ليبيا وجنوب السودان وكد تأديدات جماعة الشباب الارهابية في الثومال والجماعات الارهابية في منطقة الساحل والصحراء موشيرا الى اهمية بناء السلام في القرى من خلال حلول مبدعة ومبتكرة لتحقيق التنمية كما اشار فقي الى الاجراءات التحضيرية التي تجري حاليا الانتخابات مفوضية الاتحاد الافريقي الجديدة في 2020 مؤكدا ان الجهود المبدولة من اجل بناء افريقيا جديدة مهددة بالتحدي الامنية وانتشار الجماعات الارهابية والمتطرفين الذين يقومون بالعديد من الهجمات الدموية والتي تتسبب في نزوح اعداد كبيرة من السكان وينتدر ان يسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال هذه القمة رئاسة الاتحاد الافريقي الى نظره الجنوب الافريقي سريرا مفوزا الذي القى في وقت سابق خطابا حدد خلاله الاولويات الكبرى لرئاسة بلاده للمنظمة القارية خلال سنة 2020 والذي تجاهل فيه اي اشارة الى نزاع الصحراء المغربية رغم الرهانات التي تطرح واجبة البوليساريو على هذه الرئاسة لتفعيل دور المنظمة القارية في حل هذا النزاع وتحريك مياه النزاع الراكدة منذ شهور بسبب تعطر العملية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة منذ استقالة المبوت السابق هرسكولرة شهر ماي من العام الماضي واستمرار حالة الشغور في المنصب منذ ذلك الحين اكد العائل الاسباني الملك فليب السادس يوم الاربعاء في مدريد على اهمية علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع اسبانيا بالمغرب والامكانيات الهائلة المتاحة للتعاون التنائية وقال الملك فليب السادس في خطاب القاه خلال حفل استقبال اعضاء السلك الدبلوماسية المعتمد بمدريد ومن دمنهم كريم بن يعيش سفيرة المملكة المغربية باسبانيا ان زيارتنا الرسمية التي قمنا بها الى المغرب في شهر فبراير من سنة 2019 شكلت اعترافا وشهادة اخرى على الصداقة العريقة التي تجمع بين بلدين والامكانيات الهائلة للتعاون التنائية ومن جهة اخرى استعرض العائل الاسباني الملك فليب السادس خلال هذا الحفل الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للحكومة الائتلافية الجديدة التي ستستهدف دعم وتعثيذ اسبانيا الحديثة والديمقراطية والمتضامنة من خلال اقتصاد منفتحة ومجتمع متسامحة مشيرا الى ان منطقة المغرب العربية تشكل بحكم قربها والمصالح المشاركة بعدا اثاثيا في العمل الدبلوماسي الخارجية لاسبانيا واجدد الملك فليب السادس التأكيد على ارادة اسبانيا ورغبتها في دعم وتعذيذ علاقات التعاون مع العديد من الدول في المنطقة المغربية وتقوية وجودها في الاسواق الاسيوية مشددا على التذام بلاده لفائدة السلام والامن الدوليين واتجاه افريقيا باعتبارها قرة المستقبلة وبخصوص قضايا الهجرة اكد العاهل الاسباني على اهمية وضرورة اعتماد ثياثة اوروبية حقيقية حول الهجرة واللجوء ترتكز على الحوار والتعاون مع بلدان المنشأ وبلدان العبور وتعمل على تعثيذ ودعم التعاون في مجال التنمية ومكافحة مافية تهريب والاتجار بالبشرة واضف ان اسبانيا ستعطي الاولوية للديبلوماسية الوقائية والديبلوماسية الانسانية مشيرا الى ان تكريث الدفاع عن حقوق الانسان يشكل العنصر المحوري والاساسي في العمل الديبلوماسي للولاية التشريعية الحالية وكان العاهل الاسباني الملك فليب الثادث والملك اليتيسيا قد قام يومي الثلاث عشر والرابع عشر من فبراير الفين وتسعة عشر بزيارة الى المغرب بذعوة من الملك محمد الثادث واعطى تهدي الزيارة دفعة قوية لدينامية العلاقات الوثيقة والمتعددة الابعاد التي تجمع بين البلدين الجارين كشف الدراسة اقتصادية صادرة حديثا عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالمملكة العربية السعودية ان المغرب يتصدر البلدان العربية في ثوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة مثبوعا بكل من مثر والاردن واوضحت الدراسة ان قطاع الطاقة المتجددة يحتاج الى عدد اكبر من العمال لكل ميجاوارت المولدة من الطاقات المتجددة مقارنة بقطاعات الطاقة القائمة على الوقود الاحفورية لافتة الى ان هذا النوع من الطاقة يستحود على قرابة واحد في المئة من اجمالية توظيف المغرب ومثر والاردن واشرت الدراسة الى ان هذه الارقام تتماشى مع تقريرات حديثة لوكالة الطاقة الدولية التي تؤكد ان الطاقات المتجددة قادرة على توظيف اكثر من 40 مليون شخص بحلول 2050 ووفق المصدر ذاته فان وكالة الطاقة الدولية ابرزت ان عدد مناصب الشغل التي سيخرقها قطاع الطاقة بشكل عام يصل الى 100 مليون منصب الشغل بحلول 2050 وبعد ان ذكرت الدراسة بان الزيادة في اليد العاملة تستوجب توفر اسواق تنافسية وتفاعلية وتحفيزية لجدب الكفاءات المحلية اشارت الى ان هذا الامر يعتبر فرصة للحكومات لتنوع مزيج الطاقة وخفض نسبة البطالة في صفوف الشباب وعزت الدراسة الانخفاض الحاصل في مساهمة قطاعات الطاقة المتجددة في خلق مناصب الشغل بكل من المغرب ومثر والاردن بالخصوص الى قلة الطلب المقبلين على التخصصات العلمية والفنية والهندسية التي تشكل العمود الفقرية لهذا القطاع ودعت البلدان الثلاث الى تطوير المهارات وتحديد اهدف الاحتياجات التدريبية وتحديد متطلبات المستوى المحلي وتطوير سلسلة القيمة الصناعية في قطاع الطاقات المتجددة وذلك من اجل تجهيز ثوق الشغل بهذا القطاع اشتركوا في القناة